أشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالمواقف المشرفة لدولة الكويت وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية السخية ودعمها المخلص لتطلعات الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف وصولا إلى دورها الفاعل ضمن تحارف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقبل العلمية اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس جمعية إلاف الخيرية الكويتية الدكتور سعود علي الهاجري والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا لتحديد أولويات الدعم الإنساني والتدخلات الملحة في الجوانب الخدمية والصحية والتعليمية والزراعية والتنموية والتسهيلات المطلوبة لإنفاذ مشروعات الجمعية بدءا بفتح مكتب دائم لها في عدن ونوها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور جمعية إلاف كأحد أبرز رعاة العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها وكذا بالجهود الجمعيات والمؤسسات التنويلية والهيئات الخيرية الكويتية على صعيد إعادة تأهيل الخدمات في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الخوطية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر